عن إذنكم ألو أنا أقوز أصلي خانو إن شاء الله ما أزعجت لك لا أبدا حضرة النائب أهلين كيف صحتك؟ تكين قراء أوغلو أجل عندكم شي؟ آه أجه هو صديق العيلة يعني طبيعي إنه يجي يزورنا ما هيك؟ أصلي خانو من كام سنة ويقيت أصلاً عميلاحق نامق بتعرفي شي؟ يقيت أصلاً؟ شو العلاقة ما فهمت أنا رحل لك على الأقل من عشر سنين ليش ما نجح بمحاولاتك لأهل سنين؟ لأنه تصرف بشكل عاطفي بس أنا ممتل أصلي خانو لك زوجك وعم يسعور نامق أسلاً إذا ما تبقيني بك الخطوة بخطية وقتاً؟ ممكن نقبض عليه بأي لحظة عم تفهميني؟ حضرة النائب أنا قلتلك ما رح أقدر أعمل شي من هاد أرهاد ما عنده نية يلاحق نامق أمير خان ولا حتى عم يحاول يعمل هيك شي بتمنى تكون فهمت علي بعدين أنتم منكم بحاجتي عندكم جهاز شرطة ضخم وأنتي كمان عم تتصرفي بعاطفتك مثل يقيت أصلاً اسمعي إذا كنتي بدكي أنا نمسك نامق أمير خان فعلاً فأنتي لازم تحطي مشاعرك تجاه زوجك على جميع سمعني حضرة النائب سمعني منيح ما أسمح لك تحكي مع زوجتي هيك مرحبا سيد فرهاد لك أنا عم بحاول أقضع لمجرم فربان كلامي واضح؟ روح شوف شغلك لك أنا ليش هيك عم يصير؟ أهلا وسهلا كيفك نامق إنتي اللي بتحدد بزاك أنت منيح ولا لا تكي؟ إنتي لا تاكل هم أنا رح ساعدك تطلع نحن رفقات من زمان ما رح تخلى عنك لأنك واقع بنصيدة كيري هذا مو طبعي نامق أنا مقادر وصلح ساعدك كل شي فيه مجمع؟ إنتي لا تاكل هم كل شي بيهن حد وبترجع لأمور متل أول ومتسندي ماشي قللي إنتي ممكن إربع مدهون الشرطة عم تلعها إني ما في وقت تعال على مينادي الطوس بكرة الساعة عشرين مزبت كل شي تكين؟ أنا ما قلت إلا أني ما رح أتخلى عنها اليوم أنا قلت وبكرة أنت إنتي أرتاح وطمت بالك شو كنتي رح تقولي للنائب لو ما كنت أجيت؟ ما كنت رح قل له شي فرهاد كنت رح قل له الحكي اللي سمحته مشان هيك عم تتنصطي على الباب؟ هم؟ بتلحقيني وبتطلعي على السيارة وبتجي من وراهي واضح إنه هاد النائب عم يأثر عليكي وواضح كمان إنه عم يستغلك يا ري تنساه وإنتي ينسي كمان أنا مو ألقاني غير عليك أنت وبس لا تعلق أي أبدا عمرك ما رح تفهمني ما هيك؟ مستحيل هالشي اي صح ما رح أفهم أنا ما بفهم أساسا كيف بدك ياني أفهمك وأنا ما بوسق بحدا؟ نحنا كيف تزوجنا فرهاد بتتذكر شي؟ هي بتذكر تزوجنا متل ما تزوجنا؟ خليني ذكرك لكان أنت مساكتني من إيدي وأختني على الغابة وحطيت المسدس براسي وقلت يا بتتزوجيني يا بقتلك بعدها جبتني وحبسني بهالبيت اتدخلت عليك مشان تتركني هي جيت لأهرب بس ما تركت يا ريتك هربت وقتها يا ريت قدرتي مو هيك؟ هلا انداروا تطلع وراك أنا ما اندمت ولا دقيقة بتعرف هالشي لأنه في صوت جواتي كان عم يقلي وثقي بهالرجال أصلي وثقي بهالرجال مع أني لو هربت كنت رح تتركني روح بطريقه وما كنت رح تلحقني بس أنا اخترت اني ضل جنبك ووقف معك اخترت كون معك فرهاد أنا بهالحياة ما وسقت غير فيكي بس اليوم اللي هربت فيه يوسف قلت إذا أصلي عملت هيك فمعت فيني وسق بحدا مو هيك بتوقفي بجنب اللي بتحبيه دكتورة أنك بتحملي حالك وتروحي أحسن ما تخبي عني شي نيح حتى أزرحت أو ضلت بهالبيت أنا جنبك على طول تعرف هالشي مكرا الساعة عشرة مسج منابط ما رح بعيد عنك لو شو ما صار لازم تعرف هالشي ما علمتني إنو الحب هيك لا تعملي شي ما بتعرفيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر